نعم هو تحدث عن اعتغال السيدة الصادية المهدي يبدو أن الضيف من الأستوديو ليس على دراية كافية بالتاريخ السياسي السوداني في عهد هذه الحكومة لم يحتغل السيدة الصادية المهدي يوما واحدا في عهد هذه الحكومة لم يحتغل السيدة إبراهيم نقود يوما واحد كان السيدة نقود عليه رحمة الله مختفية لمدة 16 عاما خلال حكم السيدة المهدي أنت الذي لا تعرف التاريخ لأن نقود يعتقل من سنة 89 من تسعة وتمانين إلى واحد وتسعين محمد إبراهيم نقود كان في السيد من تسعة وتمانين إلى واحد وتسعين أنت لا تعرف التاريخ من تسعة وتمانين إلى واحد وتمانين الصيد الصادق المهدي يعتقل وقيد إلى أحد مديوت الأشباح وهجلس على كرسي فيه ثلاث أرجل وكتب هذا في الصحف وقدم شكوى بهذا إلى لجنة رمو المتعدة لحقوق الإنسان أنت الذي لا تعرف تاريخ السورة نبدأ بطرح حسينة المشاهدين على فيسبوك أطلب من الضيفين الاختصار والاختصار الشديد في الرد وأبدأ معك رشيد سعيد السؤال الموجه إليك حوى عبد الله السؤال هل ظروف السودان مهيئة لأن تقوم فيها ثورة شعبية عارمة باختصار لو سمحت أعتقد أن كل الظروف مهيئة الآن في السودان لقيام ثورة شعبية عارمة هناك قمع شديد يحد من انطلاقة هذه الثورة بسرعة ولكن أنا متأكد أن الثورة قادمة وأن التغيير قادم في السودان محمد عكاش طارق غاني من الجزائر يسألك هل تصريح البشير أنه لا وجود للربيع العربي في السودان بل صيف حارقه مؤشر على استعداده لارتكاب مجازر في حق المتظاهرين حديث السيد الرئيس أنه لا يوجد ربيع عربي في السودان هو حادث صحيح لن يوجد ربيع عربي في السودان لا أسباب بسيطة كل الأنظمة الحاكمة في تلك الدول التي كانت فيها ربيع عربي هي كانت نظام الحزب الواحد النظام الحاكم في السودان هو نظام ملتي بارتي سيستيم الحكومة في السودان فيها 17 حزب يشاركون في هذه الحكومة تلك الدول التي غمضت فيها ربيع عربي لم تكن فيها أي مساحة لحرية الممارسة الصحفية والتعبير هذا الأمر وجد في السودان نلاحظ أن هذه السورات تمخذت عن حكومات إسلامية بعد سغوط الأنظمة الغديمة وأورادي السودان وجد فيه نظام إسلامي طيب أرجو الاختصار لأنه لا سيلك كثيرة محمد عكاشة سؤال بسؤال كل تلك الأنظمة كانت تعمل بالوكالة لصالح أمريكا النظام في السودان لم يرهن غراره لأمريكا برغم من الحصار ورغم من كل شيء طيب أرجو الاختصار في الرد لأنه لا سيلك كثيرة محمد عبد الرزاق من السودان يسألك رشيد سعيد هل احتجاجات التي يشهدها السودان هي كباقي الدول المنتفضة من أنها مجرد مناوشات ووقفات احتجاجية من قبل طلبة الجامعات اعتقد أن احتياجات عميقة تحكز أزمة عميقة في المجتمع السوداني أن هذه الاحتياجات ستتطور ستأخذ أبعاد جديدة يوم بعد يوم وستنتهي بإسقاط هذا النظام ولكن هناك ملاحظة لابد أن أقولها باختصار لأنه لابد أن نتقدم لابد أن أقولها أن تأخر المظاهرات لشهر ليس دليل على أنه لن تتحول إلى ثورة أعتقد أن فترة شهر في تاريخ الشعوب فترة قصيرة جدا طيب محمد عكاشة عبدالصمد الحديكي من المغرب يسألك هل تشاطر رأي صادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق بأن انتفاضة على نمط الربيع العربي في السودان ستتبع في الغالب النموذج ستتبع في الغالب النموذج الدموي في سوريا أو ليبيا لأن القوات المسلحة والقضاء هناك غير مستقلين لا أتفق مع الأخ الكريم السائل من المغرب الوضع في السودان اختلف تماما عما هو عليه في سوريا لا أظن أبدا بأي حال من الأحوال أن الوضع في السودان سيصل لماه وصل إليه في سوريا لسوء بسيط جدا أن الشعب السوداني لا يواجه ما يواجهه الشعب السوري من قمع الشعب السوداني لا يواجه ما يواجهه الشعب السوري من اضطهاض طيب رشيد سعيد عدل جبالي من تونس يسأل كيف سيتصرف عمر البشير أمام مذكرة توقيفه خارجيا والغضب عليه داخليا أعتقد أن هذا هو المأزق الحقيقي اليوم أن الرئيس السوداني ليس لديه مخرج مثل الرئيس اليمني مثلا ليسهب إلى بلد آخر ويعيش فيه لكن الرئيس البشير ليس لديه ما يخسره أعتقد أنه سيكون مضطر ليقاتل حتى النهاية باعتبار أن مصيره النهائي سيكون في محكمة لاهاي لذلك لا أسبيل أمامه سواء أن يقاتل وأن يتمسك بموقعه وهو ما يفعله من خلال تصريحات مثل شجاز الآفاق والصيف الحار والشوي ومثل هذه الأشياء محمد عكاشة محمد بو سبتة من الجزائر يسألك هل فقر السودان وغياب مصالح الدول الكبرى فيه جعله في منأة عن ثورات الربيع العربي؟ لا ليس صحيحا السودان بعيد عن ثورات الربيع العربي لأن الأسباب التي دعت إلى غيام ثورات الربيع العربي لا توجد في الأصل في السودان وهي ذكرتها من قبل في أربعة نغاط طيب رشيد سعيد ياسر بمزوغ من الجزائر يسألك هل اعتماد السلطة السودانية على أسلوبي المراوغة السياسية والقمع في آن واحد ساعد على تقليص حجم المظاهرات وأخماد نار الثورة؟ لا أعتقد أن نار الثورة قد اخمدت صحيح أن القمع العنيف الذي تواجه به المظاهرات يحد كثيرا من الحرية في تنظيم التظاهرات الاعتقالات الضخمة التي تمت للناشطين حدت كثيرا من ذلك ولكن أعتقد أن تجربة اليوم وبعد اعتقال أكثر من ألفين شخص وبعد قمع استمر لأكثر من شهر تجربة التظاهرات اليوم تثبت أن الشعب السوداني لا يزال ممسك بقضيته محمد عكاش رشيد من المغرب يسأل هل تشكل هذه المظاهرات خطرا يهدد استقرار السودان مع العلم أن الدولة تتعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي هو الإجابة على هذا السؤال متروكة للمشاهد إذا كان خروج 200 شخص أو 300 شخص التظاهر يشكل خطرا على النظمة السياسية فهذا موضوع آخر لكن لا شخصية لا أظن أن يخرج 300 شخص على برد فيه 35 مليون يشكل خطرا على الحكومة طيب طيب رشيد سعيد إسماعيل بو زيدة من الجزائر أسألك هل السودان بحاجة إلى ثورة بعد انقسامه؟ أعتقد أن السودان بحاجة حقيقة إلى ثورة لأنه إذا لم نلحق السودان وبسرعة سيتعرض إلى انقسامات وانقسامات الوضع في جنوب النيل الأزرق الوضع في جنوب كردوفان الوضع في دارفور الوضع في شرق السودان تنبئ بأن هناك أقاليم تكوين الجبهة الثورية المتحدة من قبل كل الحركات المتمردة في مناطق الهامش كلها تنبئ بأن وضع السودان يمكن أن تنتقل إلى مرحلة أسوأ هناك مؤشر إيجابي أن كل هذه التنظيمات أعلنت أنها ستوقف العمل العسكري بمجرد سقوط نظام البشير وأعتقد أن هذه بشارة جيدة للشعب السوداني محمد عكاش سؤال الأخير لك هل بصراحة أنت كديبلوماسي تعتقد أن النظام يشعر بالفعل بقلق حيار ما يجري هل هو بسدد البحث عن استراتيجية معينة لوقف ما سميته أنت بمظاهرات ليست بالضخمة بكل صراحة أنا عندما أتصل علي تليبزيون فرانس 24 وأخبرين أن موضوع الحلقة عن التظاهرات تردتي في المجيء لأن الموضوع أصلا لا يستدعي أن أترك أعمالي ونأتي من آخر لندن لا يُفترض أن تدفع هذا دورك أنت يدفعون لك لهذا الدور لا يوجد مشكلة إذا كان هذه المظاهرات بهذا الحجم الذي رأيناه في ميدان التحرير وغيره أنا كان يمكن أن أأتي وهول هارتل لي لكن صراحة الآن أضحت ساعة كاملة من زمني في الحديث عن 300 متظاهر فهذا غير مجدد لكن صراحة الإعداد للوقت آمنة أنا أعرفها معرفة شخصية فأنا إكراما لها أتيت لا أتحدث في هذا الموضوع لكن صراحة الموضوع عبدا في تقديره لا يحتاج للحديث وحجم المظاهرات التي خرجت في السودان لا تحتاج حتى لأنه غنات فرانس 24 تفرض لها استوديو وإيجار طيب أنت تعلم أنه مرحب بك دائما وبكل من يريد أن يتحدث على هذا القناة سواء كان معارضا أو كان مع السلطة طبعا نحن نمنح منبرا ونترح الأسئلة فقط ولا نتدخل أشكر في الختام رشيد سعيد رئيس تحرير النشرة العربية لدورية تيتوي وكان معي من لندن محمد عكاشا قنصل السودان في بريطانيا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم